دعا رئيس البرلمان العربي عادل عسومي جميع الدول التي تكاتف على خلفية أزمة الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا مؤخرة وأيضا تنحية الخلافات السياسية جانبة وخلال كلمته أمام المؤتمر الخامس لبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية أشار العسومي إلى أن إنعقاد المؤتمر هذا العام يأتي وسط أزمة اقتصادية عالمية غير مسبوقة تفرغ العديد من التحديات والأعباء على الدول العربية ونوجه نداء عاجلا إلى الدول والمؤسسات الدولية لسرعة تقديم المساعدات اللازمة لإغاثة الشعبين السوري والتركي والتخفيف من وطأة هذه الكارثة الإنسانية عليهم كما ندعو إلى تجاوز الخلافات السياسية وإعطاء الأولوية في المرحلة الراهنة لهدف واحد وهو غاثة المتضررين ممن فقدوا عوائلهم بيوتهم وتيسير وصول مساعدات إليهم بشكل فوري